السلام عليكم ورحمة بكم وجددا فهنا في ولاية جورجيا ما زال الصراع قائم بين ممثل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ديفيد برديو وممثل الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ أوصف يعني حول المقعد اللي بقى في هذا المجلس فالصراع يعني هما راهم يعني قراب 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 بحوالي مئات أو الألاف من الأصوات هي اللي تفرق بينهم وما زال ما فرزوش لحد الآن يعني ما وصلوش لحد الآن إلى نتائج النهائية فالصراع شديد 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 إذا فاز الحزب الجمهوري فيصبح 51 مقابل 49 وإذا فاز الحزب الديمقراطي ف50 مقابل 50 ثم الحزب الديمقراطي يأخذ صوت من رئيسة من نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فيصبح هنا 51 مدى 50 فيما يخص المترشح أو الفائز بالمقعد اللي هو من الحزب الديمقراطي رافاير وورنر فيعتبر أول سيناتور في مجلس الشيوخ ذو بشرة سوداء اللي يتحصل على هذا المقعد في ولاية جورجيا فيما يخص الجزائر هناك تطبيق يتم مساعدة الجانية الجزائرية المقيمة في الخارج بشيراء أو مساعدة أقاربهم في الجزائر هذا التطبيق يسموه تمتم ورح نحط كل الرابط أنا منعش لي هذا التطبيق عنده أهمية ولا فعال أم لا صراحة أنا لا أستعمله صراحة ولكن رح نحط لكم الرابط وتقرأوا هذا الموضوع الرابط سموه تمتم أنا منعش لي شيء يسموه تمتم يعني ممكن رابط فأي واحد مقيم خارج مقيم خارج الجزائر يحب يعاون أهل تقو بالعملة الصعبة بالعملة الصعبة مثلا في فرنسا بالأورو في بريطانيا وكذلك في أمريكا بالدولار الأمريكي يعاونهم في دفع الفاتورات أو أخذ الأموال أو دفع يعني مصاريف يعني كما يقول نحن القضيان وكل شيء فيما يخص هنا في أمريكا بالنسبة للمولودين يعني أي شخص أي يعني زوج أو زوج وزوجة أو أي زوجة عندها مولود زاد عندها مولود في سنة 2020 فهذا الآباء سوف يتحصلون على الشيك تحفيزي قيمته ألف ومائة دولار أمريكي هذا الشيك هو زائد يعني زيادة أكستر قيمته ألف ومائة دولار أمريكي ورعا نحط لكم الرابط وتقرأوا هذا المنشور فيما يخص الكورونا فهناك خبير مصري يقول أنه حدثت ألف وربعمية وستين طفرة جينية لكورونا وباء كورونا حدث له ألف وربعمية وستين طفرة جينية الله يجعل خير فيما يخص فرنسا أعلنت فرنسا عن تفشي واسع لأفلونزا الطيور في الجنوب الغربي من البلاد وهذا ما راح تشوفوه أو تقرأوه في الرابط اللي راح نحطو في أسفل الفيديو فالهذا دائما نقول لكم حاولوا تشوفوا الروابط وتقرأوها فيما يخص يعني آخر خبر هو أنه تعرفوا أنتم أنه الرئيس الحالي الأمريكي دونالد شروف قام بحضر أو منع بعض التطبيقات عفوا من بينها التطبيقات كان تيك توك وكذلك حضر بعض الأمور أو الهواتف من الصين لأنه تيك توك هو تطبيق صيني وكذلك هواوي فالآن هذه الأيام قام بحضر تطبيقات أخرى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هذه التطبيقات هي Alipay WeShotPay WPSOffice CanScanner ShareIt هذه التطبيقات قام الرئيس الأمريكي بطلب أو بحضرها هو الرابط في صدق الوصف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لحماية الأمن القوي فهذا وش كان يعني تعنهر اليوم هو يعني الأربعة ستة جنوبي 2021 فعام سعيد للجميع ربي يهدينا إن شاء الله وربي يبعد علينا هذا الوباء قل المريض الله يشافيه واللي صحيح الله يعافيه ربي يخفف علينا إن شاء الله ما تنسوش البارتاجي والفيديوهات هذا وتشوفوا الفيديوهات القديمة فيما يخص أي واحد عنده سؤال يطرحوا لي ممكن يروح الفيديوهات القديمة وشوفها وعملوا بارتاج والليناس اللي مشتركين في القناة ممكن مش تلحق لهم الفيديوهات إذا خطوا فقط على الجارس باش يكون جديد وإن شاء الله ما سيتكمش باش رح ندلكم فيديو على الهجرة إلى كندا وكذلك التطبيق أو طريقة لتتحصل بها على العملة يعني الناس اللي تحب تبعث دراهم من هنا من أوروبا أو من أمريكا إلى الجزائر بسعر يعني سعر السوق السوداء فإن شاء الله يكون عندي وقت رح ندلكم هذ الفيديوهات وكذلك راني تقريبا يوميا على الانستغرام نديروا دي لايز نطلعون نقصروا نحكي وفي مواضيع الدين والدنيا على كل حال مواضيع يعني نقصروا نحوها خاطرنا وربي يفتح عليكم إن شاء الله اللي حبي يجيي انستغرام طارق سافانا دي زات أو كل شي مكتوب في الصورة هنا في القناة اليوتيوب كان انستغرام كان تويتر كان الموقع الإيميل في الياهو كذلك لا تنسو صفحة عربي في الغربة صفحة الفيسبوك لأني نحط فيها روابط وفيديوهات ومعلومات قيمة إن شاء الله الفائدة تكون لكم ولنا كذلك ولي عنده أي معلومة لأي موضوع ممكن يبعتلي في الانستغرام ولا يكتب لي هنا كومنت في اليوتيوب وراح نجاوبوا يعني لاحقا ولا ندر عليها موضوع ولا ممكن نعطينا معلومات لنستفدوا نستفدوا بها حناية وانتومة وممكن نحن نغلطوا في بعض المواضيع على كل حال ما تنسوش طالعوا هذا الروابط وربي يحفظكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته